و في الحقيقة بقيت معنا خمسة دقائق كنا أردنا أن نناقش أيضا موضوع القتل الرحيم نعم الاعتبار أنه أحد نتائج الليبرالية المطلقة أو الحرية التي يسعى إليها الإنسان دون قيود أخلاقية أو دينية ولكن نجعل ذلك لفرصة أخرى نريد أن نركز حديثا عن التدخين الإلكتروني لأن هناك الآن طريقة أخرى يمكن أن تكون حلا هل التدخين السجار الإلكترونية أيضا يعود على هذه النفس و على صحة الإنسان بالضرر أم أنه نوع من الحلول التي يمكن أن تكون مقبولة نعم حسنا أنكم قدتم الحوار إلى هذه القضية لكن هذا يستدعي أيضا أن نذكر بأن من وسائل حفظ الأنفس هو منع كل ما يؤذيها مما هو ضار خبيث فالله تبارك و تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار و تقدمت الأدلة الشرعية حتى فيما يعرف اليوم بالقتل الرحيم في قول الله تبارك و تعالى و لا تقتلوا أنفسكم و في قوله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك و في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تحدثت عن صنوف من الانتحار من قتل نفسه بحديدة من قتل نفسه بسم من ألقى نفسه من شاهق و توعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلم بأنهم يتردون في نار جهنم خالدين مخلدين فيه هكذا وردت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلم من هذه الوسائل أيضا منع كل ما يؤدي إلى الإضرار بهذا البدن و منها التدخين بكل أنواع سبق الحديث عن و منها المسكرات و منها المخدرات لكن حديث الفقهاء فيما يتعلق بالخمور و المخدرات و المسكرات هو في سياق حديثهم عن ضرورة أخرى من الضرورات التي جاءت الشريعة و الشرائع كلها لحفظها و هي حفظ العقل لكن ما يتعلق بالتدخين أنا أقرأ مدام عندنا وقت قصير آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تفضل هذه المنظمة التي تتهم يتهمها كثيرون بأنها متعاطفة مع شركات الأدوية و مع الشركات المصنعة لهذه المواد مع ذلك فتقريرها لعام 2022 يعني قبل بضعة أشهر فقط من الآن يقول سأقرأ بعض المقتطفات من هذا التقرير و موجود في صفحة منظمة الصحة العالمية التي هي بالعربية و بمختلف اللغات يقول التقرير و بعض المنتجات التي تدعي أنها خالية من النيكوتين و بين قوسين النظم الإلكترونية لإيصال مواد غير النيكوتين وجد أنها تحتوي على النيكوتين نعم ثم يقول وتكشف البيانات أن هذه المنتجات ضارة بالصحة و ليست آمنة ثم يقول وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن استخدام منتجات النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين و هي التدخين السيارة الإلكترونية و العنوان هو هكذا السجائر الإلكترونية يقول تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن استخدام منتجات النظم الإلكترونية لإيصال النيكوتين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب و اضطرابات الرئة و تعرض الحوامل للنيكوتين له عواقب مماثلة على نمو دماغ الأجنة حتى الأجنة لم تسلم من السجائر الإلكترونية ثم يقول يعني التقرير نفسه يقول بأن الضرر ليس ناشئا من النيكوتين فقط و إنما من اجتمال هذه السجائر رذاذ السجائر الإلكترونية يجتمل على مواد سامة هذه الكلمة واردة في التقرير أيضا أنه يجتمل على مواد سامة و ضارة فأي عاقل يمكن أن يجادل بعد في حكم السجائر الإلكترونية بالمناسبة ذكروا في التقرير إحصائيات في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد الوفيات بالرغم أنهم يقولون بأن الأضرار بعيدة المدى لا تظهر الآن ستظهر بعد ثلاثين أربعين سنة من الآن فيما يتعلق بالأورام و السرطانات و لكنهم مع ذلك يرصدون تزايدا في حالات الوفيات الناشئة من تدخين السجائر الإلكترونية بشكل مباشر و ذكروا الإحصائيات و ذكروا الرابط الذي فيه الدراسة الإحصائية التي بيّنت هذه الإحصائيات و الخلاصة أن هذه السجائر الإلكترونية محرمة في دين الله تبارك و تعالى و هي من الخبائث و من السموم الضارة بصحة هذا الإنسان فحكمها إن لم يكن أشد من حكم السجائر التقليدية فإنه لا يقل عنها حرمة و منعا في هذا الدين الحنيف و لا ينبغي لناشئة المسلمين من الشباب و المراهقين أن ينخدعوا وراء هذه الإعلانات المضللة من المروجين لهذه السجائر الإلكترونية أو غيرها من المضغات على سبيل المثال التي تظهر بنكهات مختلفة و بألوان خداعة على الأولياء أن ينتبهوا و على المعلمين أن ينتبهوا و على أصحاب الشأن أن يتنبهوا أشد الانتباه إلى مثل هذه المواد و إلى تداولها بين الطلبة في بعض المدارس و بين الطالبات في مدارس أخرى و أن يقفوا منها موقفا حازما تربية و تأديبا و تشريعا و الله تعالى المستعد تبقى المسؤولية إذن على الجهات المعنية على اعتبار أنها لا بد أن تراقب هذه الولعية لأن أحيانا قد يكون هناك قصور في تتبع خاصة ما تعلق بالمضغاط التي تفضلتم بها لأنها ربما ستكون أكثر انتشارا بين الشباب و الأحداث و بدأت حتى هذه السجائر الإلكترونية أيضا بدأت تنتشر و حتى هذا التقرير يرسل هذه الحالات بين المراهقين على مستوى العالم و لسنا بعيدين عن التأثير بهذا و يصعب اكتشافها مع أحيانا طيب فضل الشيخ شكرا جزيلا لكم بارك الله